السلام عليكم معكم زميلكم محمد الجنيدي ان شاء الله اليوم راح اكون معكم بشرح مادة سين اس فيسيولوجي بالبداية حاب اقدم لكم نصيحة باهمية التركيز على مادة الاناتومي والفيسيولوجي بهذا السيستم لانها بتعتبر المادة الاساسية والكورنر ستون حتى تقدروا تفهموا باقي المواد وبالتوفيق لكم يا رب بالبداية ان شاء الله اليوم راح نشرح عن بشكل الام انتروداكشن عن مادة سين اس فيسيولوجي راح نشرح عن النيورونز عن السينابس وعن خصائص السينابس وانواعهم وآلية انتقال الامبالسز بين النيورونز وخصائص النيورونز والسينابس ان شاء الله النيورونز هي الوحدة العصبية التي تكون موجودة في العصاب حتى تقدر تنقل العصاب بين بعض الامبالسز والالكتريكال اكتيفتي تاع عيدها وكيف نحن نتحكم في جسمنا الاجزاء النيورونز بتبلش عنا بالديندرايتس بالبداية بعدها ببلش عنا نيوكليوس والسومة والسيلبودي بعدها ببلش عنا الاكزون والمايلين شيتس والاخير بكون عنا هون الاكزون تيرمينالز وفي عنا الاجزاء الاخيرة هاي اللي اسمها النوبس او الاكزون تيرمينالز اتوقع بالاناتومي بشكل موسع اكثر احنا بمادة الفيسيولوجي الاشي الاكتر بهمنا هو ايش هو السينابس سينابس is quite easily السينابس أنها مسائت الملجلة بين سينابت Warren سينابتmma iphone والسينابتية سينابتtaa يحن نصر بسينابت galera سينابت savage بري يعني قبل بوست بالطب يعني بعد فمكان الالتقاء هذا اسمه السينابس بالنهاية بيكون عندنا برانشز للبري سينابس بتنتهي باشي اسمه النبس اللي حكينا عنهم هون او الأكزون تيرميالز هدول بيكون بتجمع فيهم النيورو ترانزميترز اللي هي الوحدات النواقل العصبية اللي بتنتقل من البري سينابس خلال السينابس عشان ترتبط هون عندنا في الريسيبترز اللي بتكون موجودة على البوست سينابس حتى تنقل النيورو ترانزميترز لذلك الكثير من هذه النبس ترميالز ترميالز على دندريتز ثانو مبادي و اكزون من البروست سينابتك نيورون يعني هاي نيورو ترانزميترز بتنتقل في السينابس بترتبط على الريسيبترز وتحفز الريسيبترز عنا ورح نحكي بشكل مفصل أكتر طيب الفي سينابس عنا نوعين من الالتقاء العصب او الطريقة اللي بتلتق فيها العصب النوع الأول وهو الكميكال سينابس واللي بشكل الميجورتي سينابس الموجودة في الجسم أغلب سينابس في الجسم هي عبارة عن كيميكال سينابس في عنا النوع الثاني اللي هو الفرق بينهم انه هون احنا بوصل عندنا الامبلس بتوصل عندنا بتكون تحفز العصب في الكيميكال سينابس بتفتح عندنا هون نواقل بالقنوات العصبية للكالسيون هذه نواقل العصبية للكالسيون تحفز هنا اشي اسمه فيزيكل سينابس يعني زي اكياس انها تيجي ترتبط على البريسينابتك ميمبرين وتعمل اشي اسمه يعني انها تطلع محتوياتها للخارج في السينابس وتيجي تلتقي عندنا هون وترتبط على الرسبتورس وتحفز هاي الرسبتورس تعمل فيها تغيرات معينة راح نحكي عنها كبان ان شاء الله وتحفز هنا أكشن بوتنشال اللي هو لتحفيز العصبي اللي بيكون في البوست سينابس اللي النيورون اللي بيكون من بعد السينابس تنتقل الكهرباء في او الناقل العصبي بنتقل وبحفز البوست سينابتك إليه اما عندنا الإلكتريكال سينابس اللي هي السينابس موجودة بكمية اقل في الجسم الـ action potential ينتقل بين الـ two neurons بشكل كثير أسرع وهو عن طريق اسمه GAP Junction يعني هو عبارة عن عالية ارتباط بين عصبين تنتقل بشكل سريع مميزة الـ electrical synapse انها تكون كثير أسرع من الـ chemicals لانه هون ما في عنا يعني ما بنحتاج انه ندخل الكالسيوم تيجي الـ physicals ترتبط و ترتبط على الـ synapse وتخرج الـ chemical synapse زي ما حكينا release of neurotransmitters الـ debolarization of the knobs lead to opening of the voltage-gated calcium channels allow the calcium influx into the knobs يعني بيجي عنا الـ action potential يفتح الـ calcium channels و الـ calcium channels عنا بتحفز الـ physicals و ترتبط على الـ pre-synaptic membrane و بيسير عنا خروج لهذه neurotransmitters الـ calcium causes a fusion of the physicals with the knobs membrane at a specific active zones which then rupture leading to release of the transmitters by exocytosis زي ما حكينا into the synaptic cleft اللي هو synaptic cleft اللي هو المساحة اللي بتكون موجودة إنا بين الـ pre-synapse و post-synapse الـ action of neurotransmitters the transmitters point to a specific receptors in the post-synaptic membrane this trigger either opening or closure of the specific ligand-gated ion channels in the membrane يعني بتيجي هاي neurotransmitters تنفرز وترتبط على الـ receptors هون بتحفز عنا يعني ion channels يعني قنوات للـ sodium قنوات للـ potassium رح نحكي عنها بالتفصيل result in electrical changes called post-synaptic potential يعني لما ترتبط عنا هون بتحفز تغيرات معينة في الـ ion channels بترفع الـ potential و رح نحكي شو يعني potential الآن بالتفصيل حتى تكونوا فهمين الموضوع result in electrical changes called post-synaptic potential which lead to either excitation or inhibition of post-synaptic neuron depend on the nature of the released neurotransmitters رح نحكي عنها هون هاي تفاصيل حكينا عنها قبل شوي بس حطيته للتوضيح بزيادة للبيحب يشوفه نحكي ننتقل بس بشكل عام للـ neuron action potential نحكي نحكي هون عندنا احنا ايش اسمه resting potential يعني واحد عادي مش يحفز واحد من الأعصاب الموجودة في جسمه بيكون عندنا في resting potential يعني هون بيكون زيك انه مرتاح يعني ما في اي تحفيز ليلة بيجي عندنا اي حافز بيطلع عندنا الـ potential potential يعني زيادة هون threshold potential بيطلع 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 عندنا بيرتفع بعديها بيصير هون التحفيز متى بيصير عندنا التحفيز لما يوصل السالب 55 threshold potential طب شور رح يرفع من هون لهون ممتاز الان دا نحكي عن كم شغلة ان اول اشي الاين السوديوم استخدمهم كالسيوم بوتاسيوم كلورايد السوديوم اين بيكون موجود اكتر داخل خلية او خارج خلية اكيد بيكون out بره الخلية اما الكالسيوم برضه بكون out البوتاسيوم بيكون in دائما البوتاسيوم هو intracelural تخسيم اما الكلورايد بيكون برضه out فدائما احنا بنعرف انه التركيز بنتقل من الاعلى الى الاقل فلو فتحنا قنوات السوديوم شو رح يصير عندنا رح ينتقل من خارج الخلية لداخل الخلية فرح يزيد عندنا ال action potential ليش؟ انه رح يرفع الشحنة فرح يكون بزيد الشحنة الموجبة بينما لو حكينا الكالسيوم برضه هو موج positive 2 فلو بده يدخل من out to end برضه رح يزيد threshold لي رح يرفع الشحنة اما البوتاسيوم بده يطلع من جو الخلية لبره فشو رح يصير للترشلد او الشحنة قاعدة تخسر اشي موجبة فتصير سلبية اكثر بينما الكلورايد رح يفوت برضه من out to end فلما ندخل شحنة سلبية بزيادة داخل خلية شو بصير في عنا بصير في عنا برضه شحنة سلبية بزيادة فهذا الاشي يساعدنا بفهم انه اذا احنا فتحنا قنوات الصوديوم هذا رح يكون excitation or inhibition اكيد excitation لانه يزيد لنا الشحنة الموجبة وعنه هون شو اللي بصير يصير لنا بترتفع الشحنة بينما الكالسيوم برضه رح يزيد فبصير لنا excitation البوتاسيوم رح يصير لنا الشحنة النت ترتفعه negative فهيكون inhibitory والكلورايد رح يكون inhibitory فنحنا في الaction potential ترتفع عنه بس يصير لنا simulation تفتح قنوات الصوديوم و بس يصير لنا و لما بدنا نرجع على rebolarization يعني نرجع على resting potential او نعمل اشيئ بدنا نفتح قنوات شو البوتاسيوم اللي رح تعمل شحنة سلبية ويرجع فاللي بدنا نعرفه كمحصلة اذا انا اجيت حكيت لك انه هذا neurotransmitter excitatory واجبت لك في الخيارات انه بشتغلها صوديوم اللي بشتغل البوتاسيوم اللي بشتغل اللورايد اكيد رح يكون جوابك صوديوم وكذلك الكالسيوم وكذلك البوتاسيوم وكذلك اللورايد هاي جدا مهمة فقبل شو احنا حكينا neurotransmitters تيجي يتحفز عنا السينافس فاكيد اذا كانت ستفتح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وإذا كانت تفتح البوتاسيوم والكلورايد نتحدث عن types of synaptic receptors post synaptic receptors there are usually several post synaptic receptors for each neurotransmitter acetylcholine ماذا يعني باستقبلات اللي بتيجي post synapse اللي بترتبط عليها neurotransmitter في عنا انواع عدة من هاي الرسبتر احنا هنا بنحكي عن هاي الرسبتر شو انواعها يفرقوا نتحدث عن هاي مثل الاستالكولين مثلا neurotransmitters يرتبط علي نيكوتين نتحدث عن الاستالكولين Mascronic receptors هاي انواع نتحدث عن الاستالكولين ما يعني يفرقوا بي عامة ما يعني تحفز مثلا صديم كالسيوم كالسيوم بينما Mascheronic it is metabotropic يعني هاي كيف تكون الأولى ودينا المق Beautiful Comments و الأولى ولكن لا يوجد حفاظنا مناحنا هذا هو MetaBotropic بينما أيضا ما الأولى من اسمها هي ION تفتح والنسخة في حفاظنا سوديوم والسكر والنسخة هنا إيجاده مصرونيك وهذا ما يعني M1-M5 ليس مطلوبة منكم حاليا في هذه المحاضرة لكن المقصود فيها مثلا في البرين يكون لدينا M1 في الهارت يكون لدينا M2 في البلادر يكون لدينا M3 فهي بس انو الماسكرونيك ريسيبترز يكون في الجسم باكتر من شكل من M1 ل M5 كل واحد حسب الأورغن اللي باطل نجي نحكي عن حكينا عن البوستينابتك ريسيبترز نجي نحكي عن البري سينابتك ريسيبترز اللي هي بتكون موجودة هون زي الألفة تو ريسيبترز ماشي يعني هاي وظيفتها فيدباك تغذية راجعة للإشي اللي قاعد بيصير عندنا بالسينابس هون إذا صار فينا استيميوليشن ويجيسم خلص وقف في دوش استيميوليشن تيجي الألفة تو ريسيبترز مثلا تتحفز تعمل نيجاتيب فيدباك يعني بتترجع تغذية راجعة سلبية أنه خلص وقف ما بدناش أكتر منه إذا وضعت ألفة تو ريسيبترز في النور ادنينيرجك سينابتك نوب نوبية تحتية بيحلط ريسيبترز سيبترز يوجد إنه حبدا في تحديد أفضل سوف ينزلون إلى alpha 1 receptors ونزلنا مثلا نوربنيفرن في نسبة لفاسو كونستركشن فا نحن نقفي حاليا ما سيحدث؟ ينزلون إلى alpha 2 receptors ويسدونها قم بتحفز تعمل نجاتي فيدباك كما كنت تفعلنا فاسو كونستركشن فا نتوقف هذا الشيء يمنع افراز النيورو ترانزبينتر اللي بتكون موجودة هون هاي وضيفت البيسينابتك ريسابتر طب انا ايش تحكيه طب انا ايش بدي اسفيد منهم كطبيب في بريسينابتك بوستينابتك كده بحكيلك هاد الاشي هو بوابة الباثولوجي بوابة الفرمكولوجي هون لما انا اجي اعطي ميديكيشنز بسكر الالفاتوريسابتر انا مناعت النيجاتيب فيدباك فحضل النيورو ترانزبينتر ينزل 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 فحيحفز عندنا الالفاتوريسابتر سيحفز عندنا الالفاتوريسابتر فعشان هيك هون هاي الدوهض بعمل بلاكيش للالفاتوريسابتر فلما يعمل بلاكيش يصبح عندنا افراز اكثر لنور ابنفرين وهاكلا ولوم زي ما حكينا على البوستينابتك مثلا هون مثل تطبيق عملي لها مثل الناس الذين عندهم امراض عصبية امراض يسموها عضلية عصبية إذا سكرنا هاي ريسيبتورز مثلا في اشي غير الاسيتالكولين ما بتتحفز العضل انه يصيرها ري اكشن او انها تتحفز فبصير عنا ويكنيس بدري هذا مثلا بيثولوجي للميستيني كريفيز فنحن بدنا نفهم هذا الاشي عشان ان شاء الله يسهلنا البيثولوجي والفارماتولوجي نحن نحكي عن البوستينابتك بوتنشل تمام اكزيتاتري بوستينابتك بوتنشل this is a state of transient partial depolarization in the post-synaptic membrane during which the excitability of the post-synaptic neuron to the other stimuli is increased شو يعني احنا حكينا في عنا بوستينابتك ريسيبتور صح هاي البريسينابتك بوستينابتك حكينا هم في ريسيبتورز في ريسيبتورز وهنا نيرو ترانزميتر ستيجي ترتبط على هذة الريسيبتورز حكينا بتيجي هاي نيرو ترانزميتر في منها اكزايتاتوري وهن احنا نصينا عنه اكزايتاتوري يعني يحفيز هذه الريسيبتورز وفي انواع تكون إنهيبتوري حسنا نحكي عن الاكزايتاتوري فبالأكزايتاتوري مهم الأكشن أنا شرحت فوق كيف يصير عنا وشو وظيفة الصوديم شو وظيفة الكالسوم راح تسهل عليكم كثير من الحفظ بس خلاص تعرف هون إكزيتاتري قبل شرحنا ما يعني الصوديم و كيف يفوتوا جوه الخلية يرفعوا عنا البوتينشيل لأنه شحنتهم بوزيتيف أكثر فترتفع عنا فتصير عنا أكشن بوتينشيل لكي يصيروا إكزيتاتري طب نحن نحكي قبل أن نخرج الصورة الانهيبيتري نفكر فيها الانهيبيتري مما أن الصوديم والكالسوم كانوا إكزيتاتري الانهيبيتري ما سيكون لك؟ راح يفتح لنا البوتاسيوم راح يفتح لنا البوتاسيوم و راح يفتح لنا الكلورايد زي ما حكي الكلورايد و البوتاسيوم أو الديسيل وهذا سوف نحكي عنهم هنا تطبيق عملي على الانتحاري كما قلنا قبل قليل أنه هنا الانتحاري بوستينابتك بوتينشيل يجي هنا نيورو ترانسبينتر ارتبط في الريسيبتر فحفز عنا الكالسيوم حفز عنا الصوديوم يصبحهم انفلوكس ضروري هذه المصطلحات إذا سيأتي الانتحار سيأتي بهذا الضبط نحكي عن الانتحاري كما قلنا قبل قليل نحكي نقرأه كما فهمنا إنه يجي هنا يحفز البوستينابتك تمام إنه يصبح في عنا الاستيمولاي تاعت الانتحاري يصبحها انه أو نيورو ترانسبيتر نفسه يعمل أنه يصبح الانتحاري إيشي إيشي تاعتها إنه يتقرأ في نيورو ترانسبيتر تقلأ إلى نيورو ترانسبيتر كما تتقلأ إنه يحفز إيشي إيشي ن Nawet بعض عشي والمهجرة ستتجعلون عملات بطالسيوم الذي تضغط الكلسيوم ولكن المهجرة يتجعلون بقصد الكلسيوم و الكلوريد يعني لو بدنا نيجي نركز أهم شيء هاي المعلومات هاي المعلومات هي اللي راح يجعلها انهيبتري راح نحن نيجي نجمحهم هاي بشكل عام هاي البوستينابتك مثلا نيجي ناملزي سامرايزيشن احنا في عنا هون نيورو ترانزبينترز ايجا اكشن بتنشيل فتح عنا ايجت الكالسيوم فتحنا البري سينابتك كارسيوم آيون شانلز تيجي بتفتح تحفز الفيزيكال يرتبط على بري سينابتك مبريين ترتبط هون على الريسيبتورس هاي الريسيبتورس حكيانا في عنا اما بتكون وظيفتها انهيبيتوري او ما وظيفتها اكسايتاتوري طيء الانهيبيتوري شو وظيفتها انها بتحفز حكيانا الكلورايد او البوتاسيوم إما البوتاسيوم نحن نطلع برا الخلية أو الكلورايد من داخل الجوة الخلية أما الإكزيتاتري دفتها على الكالسيوم ودفتها على الصوديوم أنه نحن ندخلهم داخل الخلية نحن نتحدث عن السمميشن The post-synaptic potentials, whether excitatory or inhibitory The post-synaptic potentials are produced by activity in a single synapse synapse are normally very small and ineffective However, it is not an old or non-response ما يعني؟ الآن نحن نتحدث عن الـ inhibitory ونتحدث عن excitatory الآن أنا مثلا نحن نتحدث عن الـ post-synaptic كان هناك الـ receptors مثلا كل receptors يرفع الـ potential بمقدار خمس سعنات لو أنا حفزت من سالب مثلا سبعين إلى خمس وخمسين لو أجيت أنا مثلا حفزت مثلا 2 receptors سيكون لدينا ستين هل الستين كافي أن يصير لدينا action potential؟ ليس كافي أن يصير لدينا action potential فلا سيكون لدينا action potential حفزتنا exo-receptor ارتفعت 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 وصلنا للسالب 55 أو 50 أو 40 فهن سيصير لدينا action potential لذلك قمنا هنا it is a local and can be summated by two way يعني بالأخير نحن نت and all or non-response يعني ليس أنه يكون أو لا يكون يعني ليس مثلا إنه خلاص هو عبارة عن مجموع الإشي اللي بصير بالسناف زي عملية رياضيات نجمع الexitatory plus inhibitory ونشوف المجموع قدر اشتلع معنا أو إذا كان بس excitatory نجمع الexitatory لحال ونشوف قدر صار معنا أو الinhibitor لحال هل هو كافي أن ينزل action potential for the resting ولا لا نجي نحكي كيف This is a more common in the CNS and is the summation of the post synaptic potentially produced by activation of many synaptic knobs at the same time ما هو الفرق معنا ما يعني سبتيشن 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 يعني حفزنا لبريسينابتك حفزنا أنه بريسينابتك من برين هون بريسينابتك من برين مرة واحدة هذا التحفيز نزل لأنه Neuro Transmitters مرة واحدة من كل النبس كل النبس اشتغلت مرة واحدة فهاي النبس اشتغلت مرة واحدة وطلعت إنا إحنا شو أنه هي Neuro Transmitters أهم شيء تعرفوا أنه at the same time تمام commonly as a result of stimulation of excitation of multiple presynaptic knobs of neurons يعني هاي terminals كلها عندنا هنا بريسينابتك وهاي النبس اجت أفرز Neuro Transmitters كلياتها مرة واحدة في نفس الوقت هاي أهم كلمة تعرفوها بينما Temporal Summation This is a summation of post synaptic potential produced by repeated activation of one synaptic knobs يعني بس نبس واحدة بس قاعدة شو بصير فيها تفرز أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة خامس مرة بشكل متكرر ف By continuous stimulation of the single presynaptic neuron in this case a new post synaptic potential must develop before the previous post synaptic decay شو يعني يعني أنا مثلا هون الأول تحفيز طلع عن Neuro Transmitter قبل ما ينتهي المفؤول تع Neuro Transmitters تصبح و ينتهي و يضمح و يكون هناك إفراز ثالث و الرابع و هكذا لذلك الوقت بين سيمراء سيمراء يجب أن تكون 15 ms يجب أن يكون تحفيز الإفراز للمرة الثانية قبل 15 ms من المرة الأولى مثلا تم إفراز أول نيرو ترانزميتر خلال 10 ms ثاني خلال 7 ms قبله بعد ذلك بعد ذلك المفعول سيكون ما رح يعطي المفعول اللي لازم يعطيه لأنه هنا نيرو ترانزميتر اللي قبله انتهى عمله فذلك انه سرنا نتراجع فعشان هيك لازم يكون خلال أقل من الوقت هذا which is the time after which a single post synaptic potential decay different types of summation may co-exist temporal, spiritual summation if several presynaptic neurons are successfully stimulated rapidly one after the other at interval not exceeding 15 ms The second possibility means temporal فهل نحن جهاز العصب جدا معقد فنفهمل الـ concepts بعدما نسقطها، سمسقطها بافتراض تبة التمبورالة كما تكون هناك بالتباكر نفرس بطريقة التمبورال و طريقة التمبورال و نعمل مع بعض ان نحقق الشروط شروط يحدث في حقيقة و حقيقة التمبورال كما تحدث في حقيقة أقل من 15 ملي سين لأننا نجمع شروط الأولى و شروط الثانية So if we want to discuss the temporal, the temporal is at the same time different in space Two knobs are in multiple places, but at the same time temporal is at the same place but at the different time 1000 of excitatory and inhibitory synapses normal converge on the post-synaptic neurons يعني آلاف من stimulatory and inhibitory impulses تصل على نيرو ترانزمترس تصل على نيرو ترانزمترس يعني مع بعض بيجو وراباض and the result depends on the algebraic sum of the produced depolarization and hyperpolarization effect آه ماذا يعني الآن زي ما حكينا هاي خاصية تسمى السمميشن تمام شو يعني سمميشن نيجي نجمع كم لدينا excitatory ونهيبتوري نجمعهم مثلا 30 positive هنا 5 negative كم لدينا 25 positive نحكي من السبعين minus ل 55 minus كم لدينا تماما بصير عنا يعني هنا بوصلنا من سالب 70 لسالب 55 وصلنا للpotential threshold فهو هنا بصير عنا action potential بينما لو كان 20 ما بصير عنا action potential فنعتمد على summation وهذا الاشيئ اللي حكينا قبل اشواء الآن نحكي على البري synaptic potential الاشياء اللي بتساعدنا لشيئ عنا action potential ونتحفز إنا البري synaptic potential البري synaptic اول اشيئ نحكي عن الفاسيليتيجن لو اجينا نوضح هنا بس بالصورة هون هاي البري synaptic neuron هاي البري synaptic neuron هاي البري synaptic neuron هاي هون في عنا احنا third excitatory neuron هذا البري synaptic neuron يمكن يحفز البري synaptic neuron انه يفرز Neuro Transmitters اكثر هاي Neuro Transmitters اكثر تشتغل على البري synaptic membrane هاي بوستينابتك neuron وهو تحفز الرسيبتر اكثر اشير عنا action potential أسرع تمام يرجي نقرأ البري synaptic facilitation the action of serotonin هدا مثال is mediated by adenosine three five monophosphate cyclical a and b هدا علية بشتغل فيها the mechanism of the pre synaptic facilitation so therefore may include activation of one or more serotonin يعني هاي اهم جملة انه بيحفز انه serotonin here which enhance the release of Neuro Transmitters by increase intrasendular concentration of cyclical a and b in the terminal of sensory neurons كما قلنا احنا انه في عنا ريسيبترز بتشتغل مش بالشيال مثال بالشيال الايون وفي ريسيبترز بتشتغل في اللي هي حكينا metabotropics تمام الساكلك ال a and b هو مثال الساكلك ال a and b فنيجي نحكي هون هاي عنا third excitatory neuron ايجا هذا third excitatory neuron حفز هون حفز هون keep calcium channels open مش حكينا هون بيكون عنا calcium channels هاي calcium channels بتحفز ال physicals انها تيجي وترتب وتعمل exocytosis the neurotransmitters فحفز الكالسيوم channels open فلما حفز الكالسيوم channels open شو بتصير عنا شو بتصير عنا زاد exocytatory effect بطريقة انه زاد افراز neurotransmitters بتيجي neurotransmitters هون بترتبط على post synaptic neurons لما ترتبط على post synaptic neurons بتحفز وظيفتها ويصير عنا تحفيز أكثر نفس الطريقة لpre synaptic inhibition نرجع نذكرها بطريقة أسرع وهي هاي third انه هنا neuron بيشتغل بنفس بيشتغل بنفس الطريقة بس انه inhibitory نرجع لالاشي اللي تعلمنا بالبداية الان inhibitory فعنا اكثر من طريقة المهم احنا اميز هنا احنا بنحكي عن general concept يعني الطرق اللي ممكن نشتغل فيها احنا نعرف الطرق وبالامتحان ممكن هما يجي بلنا واحدة ويقول لك اختار الإجاب الصح نقرأها سرية احنا بنفس الطرق اللي حكيناها 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 نحن بمباطع عشان يساهلوا عنه الaction potential نستخدم احنا في جسمنا رح نيحن نحكي عنهم وكلهم بس بشكل عام كيف نحنا الانبوت بيجي كيف الحافز بيجي اننا هذا اليموت حكوم يحفز النيورون دورد بصدر نتيجة اللي نحن بدينا هو الـ output كيف نحن التناسخ تمام alarms زي نيجي هذه اللي غيروا نحكي كلمة divergen بالاول ما يعني الاوセلية؟ يعني لدينا زي الفرية بيبدا لدينا возвращ input Allahu output هذه هي ويتضowan واضح هذه هي نفس الاتجاه هذه هي نفس الاتجاه هذه هي نفس الاتجاه ماذا يعني هنا؟ سأشرحوا صورة عملية هناك نفس الاتجاه هناك نفس الاتجاه هناك نفس الاتجاه هناك نفس الاتجاه تخيلوا أننا عندما تصل إشارة من الدماغ تحفظ عضلة العضلة فيها مليان آلاف نحن نطلع إشارة من الدماغ لكل فايبر موجودة في العضلة كل فايبر يطع لها وإشارة واحدة من الدماغ يصبح موضوع مؤقت ويستهلك وقت كثير فمن حكمة ربنا فينا أن هذا الاتجاه يجب أن يتفرع عن نفس الاتجاه ويجب أن يصل إلى عدد الفايبر الموجودة عند المسل ويجب أن يحفظ المسل سمناه The Same Direction لأن كل فايبر موجودة في الاتجاه كل فايبر موجودة في الاتجاه كل فايبر موجودة في الاتجاه The Spinal Chord and Input Signals Divered to Spino Serapillar and Grusel and Cunate Track Like with the Drower Reflex طبعا هذول الكناتجاه ويجب أن نشرح لكم بالأناتومية كل شخص وظيفة بس أنا هون بهمني تعرفوا الـ Concepts يعني لا تحفظوهم بس بهمني تعرفوا الـ Concepts كيف يحدث عنه هذة الأشي يأتي الـ Input Tone وهي واحد يأتي الجسم يحفظ العضلة لأنها تبعد ويأتي الجسم حتى ترنك إذا تلاحظك مرة واحدة تنطفض وترجع جسمك إلى وراء وتشيل إيدك وتلف جسمك ويأتي الـ Input Tone يحفظ ويأتي الـ Output في Multiple Directions فإشي بيروح عشان إشي يعمل مثلا Flection للبيسيبس إشي بيروح على trunk بيعمل extension إشي وهكذا فهذا لأنه بيروح نحتاج إحنا Multiple Directions تكون عندنا تكون عندنا أكثر من اتجاه حتى إحنا نستفيد من هالخاصية طب نيجي نحن نحكي ما يعني Convergence يعني إحنا تجميع فشو بدي يكون عندنا يكون عندنا Multiple Input One Output عكس Divergence طيب شو همه Convergence of Signals in Neuronal Pools This is the collection of Signals from Multiple Input Neuron to a Single Output Neuron Convergence يعني رح يكون عندنا Multiple Output ستنقل أنه لا واحد إبوت كيف يكون عندنا توتو Convergence from a Single Source or Multiple Source يعني الOutput إما تكون كلها جاي من مصدر واحد أو من Multiple Sources Both Types lead to Summation of Impulses يعني وظفتنا أنه نحفز الأشياء اللي هون بطريقة كثير كبيرة تمام which is essential for excitation of Post Synaptic Neurons كما تتذكرون مثلا في الأسيطال بريسينابتك ونحفز بريسينابتك 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 ونحفزها فهذا يعني Convergence circuit النوع الثالث اللي هو Prolongation of Signals in Neuronal Pools Exitatory Input Signals can lead to Prolonged Output Discharge even after they stop so this is called After Discharge and it can occur in two ways ما يعني هذا الكلام؟ يعني أنا بعد ما ينتهي الانبوت تاعي بدي أعمل شوية بعد ما ينتهي عني الانبوت تاعي بدي أعمل أستمر بالإشي بالإشي أكثر شوية كيف يعني؟ بعد ما نروح الانبوت تاعي أو السيميلايشن تاعي ممكن أستمر بهذا الموضوع كيف يعني؟ نحن نأخذ عنديهم مثال نحن نتحدث هنا على Parallel هذه الانبوت تلاعينا هنا Parallel تكون يعني نيورونز موجودة مثل واحد عصبية تكون بأكثر من بأكثر من بأكثر من اتجاه بنفس الاتجاه بأكثر بخطوط متوازية يكون عندنا One Output فهي One Input One Output لكن الطريقة اللي بتنتقل فيها Neurons تكون بأكثر من خط هذا الشيء نحن نستخدمه في السمع كيف لما أنت تجيك مثلا تسمع تكون مثلا لا فراسك بإتجاه معين فبتيجي مثلا Neurons تكون أقرب تتحفز بطريقة كثير أسرع فبصير أن هنا مثلا تحفيز تحفيز لهذا الطريق وهون تحفيز لهذا الطريق لكن كل واحد بسرعة مختلفة حسب السميوليشن اللي صار فعشانك نسميه After Discharging انت بيتجي الصوت في هاي Input ثم تصير عندنا وكل واحد بوصل بطريقة معينة من لما طلع السميوليشن بوصل عندنا لل Output الطريقة الثانية اللي مسميها Reverb Rating Circuit هاي وين يستخدمها في هاي ان ال Input كون في عندنا هون ال Neurons يتحفز هاي زي الدارة الكهربائية هاي يستخدمها لل Repetitive Action زي مثلا ال Respiration أنا باجي أتنفس ظل يطلع Output يرجع يحفز ال Input من هون ثم يصل ال Input هون وصل هون وصل هون ال Output برجع يحفز السيركوت نفسها ف برجع عشان السيركوت تستمر زي مثلا موضوع برضو المشي الانسان قاعد يمشي بضل ال Output يحفز عبين المسير عن Inhibitry Effect لل Input وتوقف هاي السيركوت فهون يجي نقرأهم ال Perrier or multiple or open channel circuit the Input signal reach the Output Neuron through successive impulses via several Inter Neurons زي ما حكينا بكون خطوط هايها Inter Neuron جموعة بين One Output One Input One Input One Output via several Inter Neurons that run in a parallel متوازية لبعض result in continuous discharge from the Output Neuron for several milliseconds after the Input signal stop يعني هو مش كثير زي ما حكينا السماء تواحد يسمع بضلك تسمع حتى بعد ما يصبح استيميلايشن عشان احنا ما يصبح لاحظي فهذا الاشيء اللي احنا ما يسمع فيه وهي طريقته ريفير ريفير براتري circuit In this type The output Neuron Re-excite The output Neuron again and again after the Input signal stop discontinuous of variable period after which it stopped either fatigue or synaptic يعني كيف احنا نوقفها اما بصير Inhibitory Input او بصير اسمه الفاتيق ما يعني فاتيق اه الان احنا لدينا نيورو ترانزمتر صح هاي نيورو ترانزمتر بتكون موجودة حكينا بالليبريسيناس هاي هذا الفاتيق لما هاي مثلا كيف ترانزمتر بطريقة سريعة 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 او انت ما تكون رياضة ترانزمتر او مثلا اخر يوم ليش انت بتشعر بالتعب ليش تشعر بهذا نان خلاص مش قادر مثلا اكمل بعد مثلا تلعب بالتجمع وكذا لانه في عندك نيورو ترانزمتر يصبح لها ديبليشن يعني بتبطل تكون تبطل تنفرز وبطل تصبح لتحفيز لا هاي هاي يعني كلمة فاتيق الآن نتحدث عن المتالة عليها نتحدث عن مثلا بريسينابتك لبريسينابتك ريسيبتور مثل الألفة 2 كيف يتحفز بداية كيف ترانزمتر او حكينا عنهم بالبداية مثلا نيجي نحكي عن مثلا تي اس اتش تمام بفرز من بتويتري جلاند هون في عنا هنا عنا احنا مثلا الثايرويد تمام الثايرويد تفرز عنا تيفور تيفور و تيفور تيم cyclical اذا كان فعنا زيادة في تيفور تي 3 بصير عنا فيเง ... ابنا وتيجي نجدة فيدباك هاية نفس الطريقة انا احنا سوينا ننطا Impossible ن Sindicator لان نحن مثالan واضح ها hombres انتخلئ تفرز هذه الأكثيرات يحفز الألفان ونريسيبتر صار عنها الأكشن نحفز مثل ما مثل بريسينابتك ريسيبتر ترجع تعمل نيكيتف فيد باك نحن نحفز أكلاترى from an excitatory neuron stimulate inhibitory interneurons which turn back and inhibit the same excitatory neuron This function is specially performed by Renesho cells These cells are inhibitory interneurons in the anterior horn of the spinal cord decrement رح نيجي نحكي مثال ثاني هسا عن اللي هو اللهم صلى على سيدنا محمد اللي هو ال negative feedback لدينا شيء بالانتيرير هون سلس يسمى ريني شو سلس هذه الريني شو سلس تأتي ال excitatory نحن مثلا نتحرك او كيف نوقف هذه الحركة يأتي مثلا هذه ال excitatory neurotransmitters يأتي ويحفز هذه الريني شو سلس وترجع وتعمل Inhibitor Inhibitor Neurotransmitters يأتي ويأتي ويأتي ال Inhibition للألفا موتر نيورون فتعمل Inhibition للأساسي اللي يأتي إفراز لل excitatory interneurons يعني حكينا هون هاي مثلا هون مثلا 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 مثل مثلا 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 Inhibitor Neurotransmitters مثلا مثلا Inhibitor Neurotransmitters The axon of the alpha spinal motor neuron in the anterior horn gives an excitatory cholinergic recurrent collaterals that stimulates ريني شو حكينا هايها Interneurons تعمل عنها زي collaterals زي سيركيت صغيرة So the stimulated RENY SHOW release an inhibitory interneurons that inhibit motor neuron يعني تلخيص لإلها هاي هاي مثلا Neurotransmitters يحفز يأتي برطبط على ريني شو يحفزها ريني شو تعمل تفرز Inhibitor Neurotransmitters يأتي برطبط على اليونيت الأساسية فهاي negative feedback اللي حكينا عنها في ناثر ميكاني زي ما حكي الدكتورة مش كثير من ترقيت لها بالتفصيل بس تعرفوا الفرق بالconcepts feed forward inhibition إنه من الانزيم الأول زي مثلا نحن نحكي هنا إنه الألفا هو غير مثال صحيح بس لا توضيح الألفا motor neurons هي تعمل Inhibition excitatory Neurotransmitters زي اللي بتفرزها يعني feedback فوراورد يعني الأول بعمل Inhibition للإشي الأخير بينما قبل نحكينا بالnegative feedback إنه excitatory اللي طلع من تحفيز الألفا motor unit هو عمل Inhibition عن طريق رينيشو وعمل Inhibition للألفا motor neurons فهو هنا بالnegative feedback من النهاية للبداية والfeed forward من النهاية للنهاية عشان نعمل The sharpening of signals in the neuronal pool This helps to focus the activity of the output of the neuron and it occur by inhibition of activity of neurons in the surrounding pools pi 1 of the following mechanism كيف يعني الآن مثلا أنا بدي الجسم يستخدم هاي الطريقة عشان focus activity of output of the neuron and it occur عشان نعمل focus يعني مثلا أنا بدي مثلا فيه مثلا أنت تحط قلم على إيدك على باطن إيدك وتحس في نخزة في باطن إيدك عشان يجيزم يركز عليك ويخليك تحس هذا الاشي بطريقة مثلا sharpening يعني طريقة دقيقة بيعمل Inhibition of the activity Inhibition activity of a neuron in the surrounding pools by one of the following engines يعني بعمل Inhibition هاي البن مثلا يجي البن هون شعرنا إحساس بها المنطقة أو شعرنا الألم بها المنطقة منطقة اللي حواليها بتكون ما بتحس فيها عشان احنا نركز الشعور اللي انت حسيت فيه أنا طريقتين Lateral Inhibition اللي هي زي تاعت القلم هون بيجي بتحفز بعمل Inhibition لـ Neurons اللي حواليه A collateral from active output Neurons stimulate Inhibitory inter-neurons that prevent surrounding neuronal activity زي ما حكينا بيجي بيعمل Inhibition لـ Surrounding Neuronal activity This commonly occur in the reneasho cells as well as the cerebellum يعني وين ممكن تكون نلاقي هاي الطريقة في reneasho cells بيستخدم هاي الطريقة أو عنا في Cerebellum مثلا بيصير عنا هذا النوع من Lateral Inhibition عشان احنا نحس بالشاربننج of the signals أو sharpening of the sensation أو ما الى ذلك بهمني بالأول عن اخر تفهموا الconcept في هاي المرحلة في الانترودكشن Re-spiracle Inhibition كيف يحدث إنه الآن نجي نحكي هون أنا أجيت بدي أرفع أنه هنا البايسبس تمام وعنه هنا البايسبس تمام وعنه هنا اللي عنا هنا اللي هي الترايسبس اجيت أنا بدي اعمل Flection لا ال EEL point عشان ندعشيل الكوب أو دعشيل أي اشي يدقي تخيل لو انه الجسم بيحفز الترايسبس اللي هي مسؤولة عن ويحفز البيسيبس بنفس الوقت ما يحدث؟ إذا تظلها تحت لا تستطيع تثنيها فالجسم ربنا خلق الجهاز العصبي يحفز البيسيبس ويعمل انهيبشن للترايسيبس يحفز الاغونيست مصل الأشياء التي أستخدمها ويعمل انهيبشن للانتاغونيست للحركة التي أستخدمها للأشياء المعاكسة فالرسبركول انهيبشن بحركة الهيئة تحركة الهيئة من المزيدة تحركة الهيئة مثل تحرك الهيئة الطبط أن نحفز الهيئة التواصل الموضوع الموضوع التواصل المزيد من التواصل المزيد تقوير the inter-neurons that inhibit the surrounding neuron, particularly reduce supporting the antagonist يعني منحفز and excite the motor neuron of the stretched muscle العضلة التي أستخدمها and stimulates the inter-neurons that inhibit the surrounding neuron مثل خصوصا particularly التي تشتغل عكس الحركة التي أتحركها result in sharpening of the signals to a stretched muscle يعني أنا بدي أركز وظيفة الشاربنين أني أركز كل النواقع العصبية كل الحركة كل الأوامر باتجاه معين وأعمل الانهيبشن للشغلات التي أكسها عشان أركز الجسم أنه أنت بتعمل كذا أنت بتحرك العضلة كذا أنت أشعر أنه فيه ألم هنا أشعر أنه مثلا شعور معين هنا وهكذا الآن نأتي عن آخر إشي بشكل زريع وهنا خصائصات المواقع نفسنا قانون المساعدات التي تطلع إليها الانبوالي مناسب بشكل مفتش سنوات الأوليش نفسنا أشكرا لن أتحدث عن نوات الأوليش لا أتحدث عن الإنهيبتMusic ولا نفسنا أتحدث عن الآن كهرباء ونأتحدث عن سنوات الأوليس واحد فقط لا غير ما بترجع ما في اشي ان الامبلس ولا ان درجع رجعها لوره ما في هذا الاشي سينابتك ديلي احنا بنعرف انه حكينا هاي البري سينابس و هاي البوست سينابس بده تيجي الفيزيكيلس ترتبط و تيجي تحفز اليورو ترانزمتر ستطلع بالسينابتك ليفت هون ترتبط على الريسبتر هاي كلها بدها وقت هذا الوقت نسميه سينابتك ديلي وهذا الشي اللي بفسر ليش احنا متلا ممكن تنحرق ايدنا شوي قبل ما نرفعها انه في ديلي في الوقت التايمين بروح للديلي هاد ريليز افو نيورو ترانزمتر زي ما حكينا باسج افو نيورو ترانزمتر من الترمين لنبس والسينابتك ليفتو ترتبط على الممبرين والاكشن تاع نيورو ترانزمتر تو اوبن ان ايون چانلز ان دي بوست سينابتك ممبرين نورمالي هاي دوريشن كام بتوين ال 0.3 إلى 0.5 ميلي سيكينز يقول لك ان هذه المماركات تأخذت معنا ديلي شخص 1 ميلي سيكينز او 2 ميلي سيكينز حسن كيف لك حكيت او ديلي من 0.3 إلى 0.5 ميلي سيكينز وكلا لك حكيت ال sintaptic delay is one of the causes of reaction time of reflection activity كيف حكيتنا مثلا ال reflux علشان يصبح لديم ديلي عشان يصبح بين حرق الواحد او تخلص سعور الالم من المسمارة أو اخترخ جلداً من قبل اعرضه سينابتك ديري لماذا يصدر خلق وطاقة بينما تستخدم سينابتك ديري إذا كانت اخذت اذا تمت تلوي 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 من التلوي بينما بلوي عندي اخذت او لك عندي كاركس تمام الفتيق حكينا عنها لما يصير عنا ديبليشين لان يورو ترانزميترس الموجودة اه وصير عندي فتيق والسامة اشان حكينا عنها كثير ان احنا بنجمع الانهيب توري زائد الاكسايت توري وبطلع عنا سم ياضي السم الجمع اذا وصل عنا الاكشن بوتنشل بتاع الاكشن بوتنشل اه بصير عنا اكشن بوتنشل وما رح تصير عنا استيميليشن وسبحانك الله بحمدك اتمنى انكم نكونوا فهمتوا هاي السلايدات بالاخير انا جهزت لكم اياها جامعة الهاند افت جامعة سلايدات الدكتورة وكلامها فان شاء الله تكون مصدر مناسب لدراسة بالتوفيق يا رب وان شاء الله تجيبوها على العلامات ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة